باسم فيروس كورونا يوقع مدعي عام محكمة أمن الدولة على مذكرة اعتقال بحق الصحافة في الأردن تقرير تساءل فيه الصحافي جمال حداد عما إذا كان الصف الأول من المسؤولين قد تلقى اللقاح المضاد للفيروس دون عامة الشعب كان هذا كفيلا للتحقيق معه نفت السلطة تلقي سياسيين اللقاح غضبت وأحالت الرجل إلى محكمة أمن الدولة بتهم عدة ثم أفرجت نيابة العامة عنه بكفالة بعد ضغوط نيابية وبرلمانية شكلنا قوة ضغط حقيقية سواء من الجسم الصحفي أو من الجسم النقابي بتجاه الافراج الفوري عن الزميل وطالت هذه المطالبات ليس فقط الافراج عليه بل منع عرض الصحفيين أمن الدولة عام 2020 شهد توقيف عدد من الصحفيين بقضايا متعددة وجاء توامر الدفاع لتضع متارس إضافية أمام المساحة المتاحة للسلطة الرابعة جائحة كورونا وضعت قيود على حرية التعبير وحرية الإعلام بدءا من حرية التنقل برورا في تدفق المعلومات ومرورا في أمر الدفاع رقم 8 صحيح أن قانون المطبوعة والنشر يحد من توقيف الصحفيين لكن المحتوى الإعلامي عادة ما يقود كثيرا منهم إلى المحاكم وفق بنود ليست مدرجة في قانون المطبوعات هناك نصف قانون المطبوعات ونشر أنه لا يجوز توقيف الصحفيين بنتيجة قول أو رأي لكن ما يحصل بالعادة أمام الدوائر النيابة العامة أنه يتم إسناد تهم أخرى للصحفيين تمكن النيابة العامة من توقيف الصحفيين بموجبها كقانون الجرائم الإلكترونية أو كقانون العقوبات أو كقانون منع الإرحاب في عام الوباء لزم الناس بيوتهم وخرج الصحفيون من بيوتهم وكلهم يرغبون في مواجهة الجائحة يأمل الصحفيون في الأردن أن لا تطول أيام كورونا كي لا تزداد إقامة الكمامات لتغطية الأفواع ليس فقط وقاية من الفيروس الصحافة في عام 2020 على قائمة ضحايا الجائحة تقييد للحريات وتقنين في النفقات واشتباك مباشر مع الفيروس تجرى على كل السلطات مراد البطوش العربي ترجمة نانسي قنقر